مشاهدين انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب ما زال من مدينة مراكوش وانستطفوا معنا كاتب كلمات وفنان شعبي ودكو بلقرام سيل قراغي مرحبا بك معنا الله يكبر بك خويا ومرحبا بكم معنا تنتو مع وشكرا على حس الاستضافة وشكرا جزا على انفاس بريس على هذه الاستضافة ومرحبا بكم الله يكبر بك تحياتي لكم وشرف لينا هذا كيف اخويا تلقيت يعني الخبار دي اللي خرجت بي دي المشاركة في ستاندوب على الاب ديالك والام ديالك بانها خدموا ديك ببك صاحبي في البرنامج الصراحة اش بي نقول لك اخويا انا بعدا من مشت الفيديو في ديك الجاردة درشو ديك السيدة جاني يضحك حيث قلت شكلان ما ناشي اوادك يعني قلت قلت غير ذك شي سطحي ما قلتش الحقيقة الاب ديالي شبنقول لك الاب ديالي را عبعين عم وفضومي يعني را دوز مع عمالي قد يلف يعني دوز را كانوا مو تلاتة تنائل هناوات والواليد وذك شي كانوا كدوزوا الخياري عرفوا صديق دياله سنين واعوام استاتي شبنقول لك استاتي يالله استاتي كان بانفع شورة دياله وكان صديق دياله يعني ما كانش يتفرق عليه قال فنانا لا سعدود الحوات لا صناجي قال اخوان كيعرفو يعني الاب ديالي ماشي جمت ففل على الضومن يعمد ووز فيه سنين وواليد ديالي مشان ستنضاب مش بيجي بعشرين مليون عايش بخير وعلى خير الحمدلله وانما قال لي انا بغيت غير نمشي نبدل الروتين ديال هاد الكوفيد اللي دا زينتنا وهذا العامين اللي دا سمع بكين شفاء لخدمة وذك شي مشي وانتعرفوا على شباب وانتعرفوا على ناس وكذا ونعودوا نحييو انفسنا عند الجمهور المغربي هاد شي اللي دي كين وفش انا شبت الفيديو بنت لي جاتني شي حاجة مع ما هي عادية لن يخص ليس عندي يقولها والدي كان والدي خاطقين والدي انتفق معا ولكن الديكسي دا خطأت 200% ليس 200% فحق الوالد والد ودبا الاب ديالك ما زال ما عرفين شفين كين الاب ديالك انا شغل لك انا بجيب الزبالي سو تليفونه متاش زاد قلت لها با فين غاجي كنت ساعة خارج الخدمة. قلت لها بأن تنمشي لشي فلاصا نساعد المشكلة التي وقع ليها. بلا ذلك السيدات وطريحت نف مشكلة. مع أصحاب دوز معهم سنين وأعوام. جاءت هي في ظرف فيديو. جاءت خمسة دقيقة. ضيعت الصداقة جاء لي بيني وبين ذلك الناس. اللي تهمت الستيب الله ودواء مع محمد الخياري. هذوك الناس رأى عمالي قتل في المفاهمين وعارفين الأب ديالي. شنه هو المستوى جاء له في الضومين. يعني الأب ديالي. ماشي هضر مع الستيب الله يودي. هضر ليه مع الخياري. ولا توصل ليه مع الخياري. الأب ديالي. رأى الكلام دياله. وهضرته. هي اللي تبينه. هي اللي تبينه. هي اللي تبينته. الحمد لله. نسبة جاء الجمهور. المغربية يعرفه. يعني. كان لوليده. كان هذا الوطار الستاتي. نقول لك في التسعينة. يعني ليس لأي اصدقاء عرفه. نويتها وفن. يعني هي اللي مددية للتنين وثلاثين أعام. فهمي أيني؟ اهداري واحد الوطار. وهذا الوطار. نضي استاتي عبد العزيز. دازل شي سنين ودك شي. عجب محمد الخيار. أعطاه لي قال لي ودي قل سير خياري واذا عقلت الى هذا الوطار لكن تعطيت كيامة تسعينات رأى ديال هذا الفنان رأى سيد راقجين في الدومين دبال اوديوات اللي مشاو هي على قبل الوطار وهي خرجات قالت ستاتي كان قلسين وكي صوني لي بفل 12 الليل يبقى مجمع وكي 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 يضحك معنا ويحبين يعني وصديق وكيف كانت القادية قلت بأن قبل قرع من الأب دير لا لا الناس الناس عارفين كيف يدور السوق وكيف يدوره وكيف يدوره وكيف يدوره يعني ستاتي مهيبة وإنهم يعني فكيف يدوره و يتفرج في الفيديو و يتفرج في الفيديو و هذا ليس شيء انا نقوله فنكون مع ابوه تقوله و الله يلا البارح اذاك الفيديو و تفرجنا فيه و او دعونا فيه و او نتفرج فيه يعني اذاك شيء عارفين هما بين لادوك الناس يعني الوليد ديالي تضيز في الحلقة دوز مسراح دوز شفعي وشفعي لما لأيبات لما تدوزهم و مع مرأة تدوزهم لماذا؟ حيث هي ما درت فيديوه و هضرت حيث انا دويش مع الويدا فاش كانوا في ستند اوب وقع المشكل قلت لها ودير انا سنشهر القناة ديالي على ظهركم رأي الناس عاقوا هي يبغت شهر القناة على ظهر الكوبلغرام يعني الناس اولوتي عرفوا كوبلغرام يديروا سكيتشات يخدمون في ميراجانات يخدمون في حفالات يخدمون في اسميته انا سنين تجلت التعاب وكأنه سنين تجلت الخدماء يستمعون لنا بحدهم عادي لم تكن يسعدوا لهم وكأنه يسعدوا للمتاعدة البروغرام الذي سيخدمون فيه وانا بديه وانا كنت أقوم بالتجلع في طولوبيل وان يستمعونها لم يغضرون في حفالات يحددون الميراجان وكن بديه لا تحتاجفوا الكلام لا يريد أن أقوله سكيتشات سكيتشات نار تقبله في ستانداب لا تستطيع إليك أخويا كنت تفكرتك شي إليك سبحوني بعد حالة القديمة نار أعطينا في ستانداب بدي أخويا كتب سكيتشات وهو ما تصفته وهو ما وفيه التاريخ نار قال لنا صفته خمسة جيلي سكيتش هذا ما أخويا كل شي بالتأمك وأنت أخويا سكيتش لون سليباطر ها هو قال لكم الأجيال السكيتش الثاني مبرزية العراسات السكيتش الثالث طبيب يعني الرابع صياد النعم نحن أدنا الدالية ما كان ندره غير الأخوية جاي من الغربة السكيتش الخامس قال لكم الأجيال خمسة سكيتش ونصفتين نهار 17 نوفمبر السيداء اللي مكلفة في ستانداب حيث ستانداب هذا شي معروفة عليك قد صفت لهم خمسة سكيتش لأنه ضروري يعني يعني الأب جاء ويرشق له ودخل له ستانداب وانا كدلك اختصت لا كد عدد أخير وانا كده كانت قلت شكلما وانا قلت رسالة الأخيرة رسالة الأخيرة التي أريد أن نقول الله يهجيها نحن أولاد الناس والدية نرى أن الناس يعملون جيدا لا يقولون أنهم خيبة ويحصلون لها الشرف ونبدأ أستفت من الوالدية الطيبة والأخلاق الله يهجيها والله يسامح لنا والمهم لنا هو الجمهور المغربي المتبع الوالد والوالدة وكيسندهم وديما معهم ومشجعينهم كنشكرهم بزاف